أهلا وسلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور رحمد سابت هنتكلم عن أهم نقاط الضعف والقوة الموجودة في نادي الاتحاد السكندري ولكن قبل ما أروح لزكا دكتور الأول ولكن خلينا نقول التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة محمد الشناوي في حراسة المرمى محمد هاني باكيمين علي معلول باكشمال أيمن أشرف وسعد سمير اتنين قلوب دفاع اتنين في وسط الملعب أليو ديونج وعمر السلية ثم ثلاثي أحمد الشيخ محمد مجد أفشة وحسين الشحات وفي الأمام جونيور أجي ده التشكيل الرسمية للنادي الأهلي في هذه المباراة شريف إكرامي ومتولي ومحمد هاني وحسام عشور وجيرالدو ووليد أزارو ووليد سليمان هم في الدكت البودلاء خلينا أقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي مرة أخرى محمد الشيناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني أليو ديونج وعمر السلية بيعود مرة أخرى لاتنين في وسط الملعب حسين الشحات مجد أفشة أحمد الشيخ جونيور أجي طيب دكتور أحمد طيب خلينا نروح لزاملنا كريم أحمد من أرض الملعب يعني كريم برضو أقولي هل بدأ لنادي الأهلي التسخين أعتقد لسه لسه بدري لسه كابتن إسلامي يعني طبعا أكيد التشكيل لسه طالع بالنسبة للنادي الالتحاد السكندري والنادي الأهلي تمكن زي ما ذكرت التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي أكيد أذكر لك كمان تشكيل الالتحاد السكندري في حراسة المرمى عماد السيد خط الظهر من يميل الشمال أسامة العزب محمد أنور محمود رزق السيد سالم في المنتصف سلاسي أحمد رفعة نور السيد أحمد نبيل منجة وفي الأطراف خالد الغندور وفي الهجوم رزق السيسي الاحتياطي الخاص بنادي الالتحاد السكندري محمود الزنفولي هشام محمد صبر رحيل محمود شعبان أحمد حجي إسلام جمال وخالد أمر لحظات إن شاء الله كابتن إسلام ويكون طبعا عاملات الأحماء الخاصة بالفرقين زي ما قلنا وأكدنا كنتواجد في أرضية الملعب إن شاء الله يكون على قدر المسؤولية كالعادة شخصية النادي الأهلي رفعت مش هيلعب هذه المباراة لاعب نادي الالتحاد السكندري موجودة كابتن إسلام أنا ذكرت السلاسي نص الملعب أحمد رفعت ونور السيد وأحمد نبيل منجا أمامهم خالد الغندور رزاق سيسيه وأكوي أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد طبعا لو تقدر تجيب لنا الفريق وهو نزل التسخين ليبقى برضو شيء تشكر عليه دكتور أحمد أعتقد تشكيل متوقع من نادي الالتحاد السكندري أو أقرب إلى هو ده دايما التشكيل السابت باستثناء أنه النهاردة مقاعد خالد أمر ورزاق سيسيه أعتقد عشان يسل فرق السرعة يبقى لصالح رزاق سيسيه ومعرفش دي وجهة نظري ولكن خلان نروح للتشكيل الرسمي للنادي الأهلي عودة مرة أخرى لأليو ديانج أو الثنائية أليو ديانج وعمر السلية والتشكيل في احترام من الطرفين سواء فايلر أو كابتن طلعة يوسف يمكن ريني فايلر النهاردة بيبدأ باتنين ارتكاه الصراح أليو ديانج وعمر السلية عمر السلية أكيد هو اللي هيكمل برضو وهيحاول طريقة اللعب الـ 4-1-4-1 بالزيادة دايما للجميع اللي بيعملها بتواجده جنب محمد مجدي أفشا تشكيلة النادي الأهلي يمكن سابتة دخول بس عمر السلية عودته أليو ديانج كان أخذ رجل مباراة الماتش اللي فات بيسبته بيحاول أنه يعود غياب حمدي فاتحي باكتشاف واحد زي أليو ديانج كساعة الغنف وسط الملعب وجنبه عمر السلية النهاردة كمان دخول سعد سمير بعد ما أخذ في المباراة الماضية كبديل النهاردة بيبدأ أساسي قد يكون تفضيل سعد سمير برضو لأنه عنده حتة السرعات وإحنا بنلعب دفاع متقدم وبالتالي سعد سمير عنده ميزة السرعات نوعا ما أيمن أشرف برضو سابت علي معلول محمد هاني أفشا الشيخ الشيخ أحمد الشيخ برضو بيديله للمباراة تانية على التوالي مزبور ده برضو دليل ثقة المدرب فيه فده برضو يعني بالشيخ بياخد فرصة وأعتقد أنه يعني إن شاء الله يثبت أنه هو جدرته بالفرصة دي كمان أن الشيخ فعال على المرمة بيروح بيبقى محطة قدام بشكل مميز جدا الناحية التانية حسيني الشحات وقدام جونيور أجايي المهاجم الوهمي بتاع النادي الأهلي ده بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي بالنسبة لتشكيل النادي الاتحاد السكندري بيغلب عليه برضو الاحترام لي لأنه هو الماتش اللي فات كان بلعب 4-2-3-1 النهاردة بيلعب ب3 ارتكاز قدام النادي الأهلي اللي هو أحمد نبيل مانجا ونور السيد وخالد الغندور وده كان متوقع يعني خالد مش معرفش أنا خالد شايف أنا برضو شافه بلعب 4-2-3-1 لأن خالد مش لتحت شوية خالد فوق يعني للناحية الهجومي فأغلب المباريات بيلعب كأرتكاز ثالث في المباريات التئيلة شوية بيحطه كأرتكاز ثالث ماشي عموما هتشوف في أرض الملعب لكن النهاردة مفيش مهاجم يعمل لك العمق الهجومي عند الاتحاد خالد أمر مش موجود وبالتالي هو بادئ بالسرعات عارف أن النادي الأهلي بيلعب بيدفع متقدم فدفع بالتلاتة السراعة سواء رزاس أو أكوي أو أحمد رفعت التلاتة عندهم بيزة السراعة عكس لما يبقى عندك مهاجم محطة زي خالد أمر يطلع عليه فدي ممكن قد تكون ميزة وقد تكون عيب الميزة أنه هي أن أنت عندك سراعات النادي الأهلي بيلعب بيدفع متقدم العيب أن أنت مش حابة عندك عمكه هجومي اللي كان بيعمله خالد أمر طيب خلال نروح بقى لأول مقارنة ما بين الموديلين لأتنين الموديلين فنيين سواء كابتن طلعت يوسف هذا الرجل المحترم وهذا المدير الفني المحترب وريني فيلر المدير الفني الكبير للنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي متصدر الدوري والنادي الاتحاد في المركز الثاني لو كسب يتصدر الدوري فهي نفسه ما بين المركز الأول صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني يمكن ريني فيلر لعب سبع مباريات فاز في السبعة ما تعدلش ولا مباراة مخسرش ولا مباراة أحرز 19 هدف لعيبه النادي الأهلي كابتن طلعت يوسف لعب 9 مباريات كسب 6 اتعادل 2 خسر 1 لعيبة الاتحاد جايبة 12 هدف نبص على المعدل نلاقي النادي الأهلي طبعا أكو خط هجوم معدله 2.7 من 10 هدف المباراة الوحدة معدل النادي الاتحاد 1.3 من 10 بالنسبة للدفاع النادي الأهلي أكو خط اتفاع دخلت شباكه هدف 1 بس 6 تكلين شيت أما الاتحاد السكنداري دخل شباكهم 5 أهداف وعندهم 5 كلين شيت طبعا من 9 مباراة لكن النادي الأهلي لعب 7 مباراة وإحنا بنتكلم المقاولين بيحرز الهدف الثاني ضد النادي الإسماعيلي ليصبح متقدما على النادي الإسماعيلي بهدفين مقابلة شيء وبالتالي يقترب أنه يبقى أول الدوري قبل بداية هذه المباراة النادي الإسماعيلي أو النادي المقاولين فايز حتى هذه اللحظة على نادي المقاولين العرب فايز على النادي الإسماعيلي هدفين مقابلة شيء اتفضل يا دكتور بالنسبة للتشكيل للتحاد السكنداري ويعني أبرز نقاط قوتهم في التشكيل اللي هم بيلعبوا به يمكن احنا توقعنا أن أمه يلعبوا به الاربعة تلاتة تلاتة ولكن الفرق الوحيد فكان في التوقع أنه هكونا متوقعين خالد أمر يبدأ يعمل لك الأوقع الهجوم نفس شكل خالد أمر يعني أنا شايف أنه مفيش فرق بس أوكوي قريب لرزاة سيسية يعني حتة السرعات المهارة مش المحطة قوي اللي هو بيفوز بالالتحام الهوائي زي خالد أمر فهو عايز يستغل الدفاع المتقدم بتاع النادي الأهلي بوجود تلاتة سراع في الحتة الأمامية وعامل في نفس الوقت سطارة دفاعية مكونة من خالد الغندور ونور السيد وإحمد نبيل منجة يمكن أبرز نقطة قوة في الاتحاد السكنداري الموسم دوت هي الدربات الركنية هنتكلم ولكن خلينا نتكلم عن التشكيل الاتحاد السكنداري وكيف سجل الاتحاد السكنداري 12 هدف طبعا رقم واحد في الـ 12 هدف دول الدربات الركنية زي ما قلت لحدك أبرز نقطة قوة عندهم الدربات الركنية كم هدف مسجلينه الموسم ده الاتحاد 4 أهداف من 12 يعني نسبة تلت الأهداف 33 و 33 من 18 من دربات الركنية طب البترن بتاعهم يعني أسلوبهم في الدربات الركنية إزاي منهم 3 على القايم القريب واحدة على حدود منطقة الجزاء بالنسبة بعد كده 3 تمرير طولي في العمق يعني هم برضو عندهم ميزة التمريرات الطولية في العمق دي هكذا اللي بيعملها مين أحمد رفعت بيقدم واحدة من أفضل موسمه عبر يعني عبر تاريخه مع الاتحاد السكنداري مسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف وكمان معدل مراغاته النكحة يعني عملين لهم كارنة ما بينهم ما بين حسين الشحات هلاقي إن أرقامه أعلى كمان فبيقدم أحسن موسمه أحمد رفعت مهمسته في التمرير الطولي اللي اتنين دول يعني كابتن طلعت يوسف بيخلي الاتنين دول دايما يخشوا للعمق ويعملوا التمرير الطولي دايما الاتنين اللي هم اللي على الأطراف دول اللي هو هيبقى مثلا رزال سي وأحمد رفعت دايما بيخشوا للعمق ويديك التمرير الطولي فدي لازم النهاردة فايلر قد يكون بدأ بعمر السلية وديان زاكر الفرقة كويس بحيث أن الفرقة دي مزيتها في الحتة دي يعني لو جبناها على الصبورة الحتة دي مهمة قوي هو بدأ باتنين ارتكاز مخصوص عشان اللي اتنين دول اللي اتنين دول سواء رزال سي سي أو أحمد رفعت دايما بيخشوا للعمق وبيديك التمرير الطولي بصينا محمود رزق المدافع مسجل أربع أهداف لوحده من ضربات ركنية طيب أحمد رفعت مسجل تلات أهداف وصنع تلات أهداف محمود رزق المدافع النهاردة لازم يتعامل عليمان لازم المهاجم بتاع النادي الأهل جونيور أجاي أو أليو ديونج واحد فيهم يتكلف باركابة محمود رزق لأن ده أحسن مدافع في الدولة بيجيب ضربات سبتة جايب أربع أهداف الموسم ده سواء ضربات ركنية أو ضربات سبتة دي هدف خلص به ماتش المصري الهدف اللي بعده خلص به ماتش الإسماعيلي يعني من ضمن الأهداف اللي دخلت في نادي الإسماعيلي ده برضو سواء بتتلعب على القايم القريب أو هي غالبا بنسبة 90% بتتلعب على القايم القريب الدربات الركنية عندهم وساعات بيلعبوها على حدود الدائرة بتاعت منطقة الجزاء ده البترن بتاعهم في سلوب الدربات الركنية اللي بيمتاز بصمة كابتن طلعت يوسف الموسم ده مع الاتحاد السكنداري الحاجة التانية عايزين نديم مثال للتمرير الطولي في العمق نبص على هدف الاتحاد السكنداري في شباك ودي دجلة هنبص نلاقي مثال واضح جدا ده التمرير الطولي في العمق الخالد أمر إن الجناحين دايما بيخشوا العمق ويديك تمرير طولي الهدف اللي بعده برضو أوضح كمان نبص على الهدف اللي بعده اللي هو في شباك مصر المقاص بص على دك اللي عليه الدائرة الإضاءة فوق ده أحمد رفعت هو اللي عمله رزاة بس الباك وقفها يعني أكتر فأحمد رفعت عمل تمرير طولي دي هتتلعب هتتكرر كتير النهاردة نحمد رفعت حلعب تمرير طولي من وراء علي معلول لرزاة سي سي دي هتتبقى خطورة للتحاد السكندري أيضا غير الضربات الركنية برضو معانا هدف تاني هدف ليهم في شباك مصر أدي ضربة الركنية تانية دي كانت في الماتش الأخير قدام نادي افسي مصر تلعبت على القائم القريب للمدافع محمود رز لازم النهاردة حد ياخد المان يبقى المان بتاع محمود رز لازم حد يتكلف برقابته لأنه مهم جدا وخطر جدا في لعب الضربات الركنية كمان توقيت التسجيل بتاع الاتحاد السكندري أغلب الأهداف في الشرط الأول أكتر فترة الفترة الزهبية بتاعتهم من الديقة 15 إلى الديقة 30 اللي هي سجلوا فيها خمس أهداف بنسبة 1 يعني 42% من أهدافهم وتلاتة يعني دايما نهاية الشرط الأول بعد الربع ساعة الأولى من الشرط الأول دي الفترة الزهبية بتاعتهم تمام دخلت خمس أهداف شباك النادي الاتحاد السكندري احنا كده قلنا نقاط القوة نقاط الضعف بقى الاتحاد في المركز الثاني ولكن عندهم نقاط ضعف نقدر أن احنا نستغلها نقطة الضعف المميزة أوي هي الحتة دي بالزبط المساحة ما بين المساك اليمين والباك اليمين والمساحة ما بين الباك الشمال والباك الشمال والمساك الشمال الحتة دي لو انت اشتغلت عليها تمريرات طولية كتير أوي هتجيب منهم أهداف كتير يعني النهاردة لازم أحمد الشيخ يطع للعمق لازم ليه عشان نستغل المساحة الموجودة دي النهاردة دخل فيهم خمس أهداف منهم خمسة تمريرات طولية تلاتة تمرير طولي في المساحة ما بين المساك الأيمن والظاهير الأيمن اللي هو رضا العزب أسامة العزب ومحمود رز وتمرير طولي في المساحة بين المساك الأيصر والظاهير الأيصر اتنين يعني خمسة تمريرات طولية منهم تلاتة ما بين المساك الأيمن لو استعرضنا الصورة الأولانية هللاقي هدف لمصر المقصة في شباك الاتحاد هللاقي هذه الصورة قدامنا هدف لمصر المقصة في شباك الاتحاد من تمرير طولي صورة المجدية التانية هدف لمصر المقصة هنبص نلاقي أن دخل للعمق محمد إبراهيم وعملها تمرير طولي ده برضو هدف لودي دجلة قدامنا على الشاشة هدف لودي دجلة برضو ده واضح قوي الهدف ده يعني ريت نسبة الصورة دي هللاقي إن الباك اليمين اللي عليه الإضاءة اللي هو اللي عليه الإضاءة اللي هو المساك اليمين والباك اليمين هنبص اللي أهو كرة لعبة ما بينهم وبالتالي النهاردة حسين الشاحات يقدر يقطع للعمق بنسبة كبير دي تمرير طول هؤو بيبقى في المساحات كبيرة أو ما بين الخطوط عندهم بالذات ما بين المساك والباك طيب توقيت استقبال الأهداف للانتحاد السكنداري هذا الدوري بالنسبة للفترة الزهبية اللي بيجي فيهم أهداف كتير قوي هللاقي إنهم الشوت الأول برضو أول ربع ساعة دخل فيهم هدفين تاني ربع ساعة دخل فيهم هدف آخر مديها 60 ل75 هدف ومديها 75 ل90 هدف إذن تقدر تقول إنها بداية الأشواط ونهاية الأشواط تمام كننروح بقى لبعض المقارنات نبدأ بجونيور أجايي ورزاق سي سي مقارنة الجونيور أجايي 23 سنة من نيجيريا رزاق سي من كود دفوار 20 سنة عدد المشاركات الموسم ده أجايي 7 مشاركات بـ 512 دقيقة مسجل هدفين أما رزاق سي 8 مشاركات بـ 675 دقيقة مسجل هدفين وصنع هدفين تمام أحمد رفعت وحسين الشحات الاثنين واحد من أفضل اللاعبين أحمد رفعت واحد من أفضل اللاعبين أحمد رفعت بيقدم واحدة من أفضل موسمه وهو يعتبر تاني أهم لعب أو أهم لعب في الاتحاد مع محمود رز الأرقام اللي بتأكد كده يمكنه 26 سنة بيلبس رقم 7 عدد المشاركات بتاعته 7 مشاركات بـ 577 دقيقة أحرص ثلاث أهداف وصنع ثلاث أهداف ومعدل مراوغاته النجحة في المباراة أربعة الشحات ثلاثة في سبع مباراة أحرص ثلاث أهداف صنع اتنين هدف يعني اتنين أسس معدل المراوغات في المباراة الواحدة اتنين إذا لازم نخلي بالنا أن أحمد رفعت كمان مميز أوي بلعب الدربات هو أكتر واحد بيلعب الدربات الروكنية والدربات السابتة ودايما بيلعبها على رأس محمود رز طيب عمر السلية ونور السيد اللعيب الارتكاز هنا طبعا عمر السلية رقم 14 رقم 17 نور السيد رقم 14 نور السيد 35 سنة لعب 9 مشاركات الموسم ده ب664 دقيقة ما أحرص ولا هدف ما صنعش ولا هدف عمر السلية 29 سنة لعب 6 مشاركات في الدوري 530 دقيقة أحرص هدف وصنع هدف طيب نروح المقارنة بين الحارسين محمد الشناوي وعماد السيد طبعا محمد الشناوي يعتبر الحارس الأفضل هذا الموسم محمد الشناوي بيلبس رقم 16 عماد السيد بيلبس رقم 1 محمد الشناوي 31 سنة طوله 191 سنة عماد السيد 193 سنة عدد المشاركات للشناوي 7 مشاركات حافظ عن نظافة شباكه 6 من 7 واستقبلت شباكه أهداف هدف واحد بس تم عماد السيد من 9 مشاركات بـ 810 دقيقة استقبلت شباكه أهداف 5 وعنده 5 كليين شيت دي طبعا المقارنة بتأكد تفوق محمد الشناوي آخر مقارنة معانا ما بين علي معلول وسيد سالم ظهيري الأيصر لسواء للتحادس السيد سالم واحد من البكات المميزة هجوميا لكن عن مستوى الدفاع احنا اتكلمنا ان هو فيه فجوة ما بين الظهير الأيصر والمساك الأيصر السيد سالم 32 سنة 9 مشاركات الموسم ده ما عملش ولا أسست في 810 دقيقة أم علي معلول 29 سنة في 5 مشاركات بـ 450 دقيقة عنده 3 أسست وهو يعتبر أكتر من الأكتر البكات في الدورة هو أحمد شديد إناول لصنعه أهداف تمام إذن من المفترض أن احنا هنشوف مباراة جيدة تليق إن شاء الله باسم الفريقين طبعا بالتوفيق بإذن الله نشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله نتقابل بعد نهاية هذه المباراة شكرا جزيلا دكتور أحمد سابت هطلع أشوف تقرير عن طاقم التحكيم طاقم التحكيم كابتن طارق مجدي كابتن يوسر